طلاب العزاء طلاب المرحلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد محسن ألوينة معلم أول تاريخ عبر منصة المصرية إن شاء الله النهاردة بنستكمل الحصة القبل الأخيرة في الفصل الثالث وبنتكلم فيها عن الحركة الوطنية في عهد الاحتلال البريطاني عايزين نشوف مين الشخصيات البرزة اللي ظهرت وقادت الحركة الوطنية في عهد الاحتلال البريطاني قومة الاحتلال البريطاني والسياسات اللي اعتمدت عليها هزي الشخصيات للتخلص من الاحتلال البريطاني ويلا معنا عشر النهاردة هنتكلم عن اليقظة الوطنية طيب هنشوف إن الحركة الوطنية في البداية خالص بعد عشرة سنوات من الاحتلال حصلها جفاف يبقى جفت دماء الحركة الوطنية في الفترة من 1882 ل1892 أي بعد عشرة سنوات من الاحتلال كل ده كان في عهد مين؟ كان بردك في عهد توفيق يبقى جفت مظاهر الحركة الوطنية بعد عشرة سنوات من الاحتلال من سنة كامل لسنة كامل من 1882 ل1892 عايزين نعرف إيه السبب؟ بسبب إن بريطانيا عملت إيه؟ نفت زعماء الصورة العربية واعتقلت البعض الآخر يبقى نفت زعماء الصورة العربية وإيه؟ اعتقلت البعض الآخر أصبحت السلطة الفعلية في يد مين؟ وإن المعتمد البريطاني بريطانيا سيترت على الإدارات الهمة والوزارات الهمة في الدولة زي الجيش والشرطة والحقنية اللي هي وزارة العدل والأشغال والمالية وهذه السياسة لم تجد أدنى اعتراض من الخدية ويقى الله يبقى أخده الحاجات دي من الخدية توفيق الخدية توفيق ما تكلمشي؟ آه ومرفعش حتى عصايا يدفع بقى عن مين؟ عن ها؟ ممتلكاته أو سلطاته اللي المفروض كان بيحكم بيها ليه كده؟ لإن هم الليزين حاموا من الصورة العربية كان نظام شهيلني واشهيلك احميني انت كانجليز من الصورة العربية وانا بعد كده هديك حكم مصر وهسيب لك الوزارات وقلنا تفرجت الشخصيات البرزة وخالعوا صوب المقاومة واشتغلوا بوظائف زي الزراعة والتجارة والمحامة والوظائف الحكومية اشتغلوا بالوظائف الحكومية والزراعة والتجارة والمحامة أما الفين الصناعة؟ قلنا الاحتلال أضع عليه حباة لم تتمثل الحركة الوطنية إلا في ثلاث مظهر بس واحد جمعية الانتقام اللي كان بتهدف الى تحرير الوطن عن طريق اغتيال الانجليز ولكن سرعان ما قضي عليها وكانت جمعية سرية مين الأضع عليها؟ الاحتلال بريطاني يعني عندي جمعية الايه؟ الانتقام بتهدف الى ايه؟ تحرير الوطن عايزين نحرر الوطن عن طريق اغتيال الانجليز ولكن سرعان ما قضي عليها الاحتلال البريطاني مسكهم وأضع عليهم وجريدة العروة الوسقة يبقى اضع عليها انت سنة الف وتونية ثلاثة وتمانين طب وجريدة العروة الوسقة لجمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبدو بتهاجم الاحتلال وجريدة المؤيد الف وتونمية تسعة وتمانين في اطار الجامعة الاسلامية طب جمعية الانتقام لما الاحتلال البريطاني قبل على عضائها وايه اضع عليها وبكده هتكون توقفت معانا الحركة الوطنية وزاد جاوفها اكتر فتوقفت الحركة الوطنية يبقى لما يجي اسألك هل الحركة الوطنية بعد عشرة سنوات من الاحتلال وقفت خالص ولا جفت بس لا هقول له جفت دماء الحركة الوطنية في الفترة من اثنين وتمانين وتنين وتسعين تعال نشوف الكلام ده على الصبور ها بنتكلم عن اليقظة الوطنية الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني عندنا مرحلة اسمها مرحلة الخمود ومرحلة باسمها مرحلة الاصدار احنا لوقتي بنتكلم عن مرحلة الخمود سألنا بما تفسر جفت دماء الحركة الوطنية في الفترة من الف وتونمية اثنين وتمانين لألف وتمانية وتسعين واقول خمدت او جفت لكن توقفت لا ما توقفتش حلو كلام بسبب وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني بريطاني قامت بنفي زعماء الثورة العرابية واعتقلت البعض الاخر اصبحت السلطة الفعلية في يد مين المعتمد البريطاني وبدأت سياسة اخضاع الادارات الهمة لعناصر ميين انجليزية بحطت كل الادارات الهمة في مصر لعناصر انجليزية زي مين ها الجيش الشرطة الحقانية والمالية والعدل والاشغال هزي السياسة هل الخيديوي اعترض هيبقى الخيديوي ما اعترض شلوها مين توفيه يبقى لم تجد ادنى اعترض من الخيديوي وبما تفسر لان زي ما قلت لك هما الذين حموه من الثورة العرابية هما اللي كانوا حميينه من الثورة العرابية طيب هنقول بعد كده تفركت الشخصيات البرزة يبقى الشخصيات البرزة احمد عرابع اللي فهم عبدالله الحلمي ما عادش فيه خلعوا سوب المقاومة واشتغلوا بالاي بالوظائف الحكومية زي مين الزراعة والتجارة والمحاماة ومنهم من صانع الانجليز يعني كان وطني وفجأة اتقلب على مين على الحركة الوطنية وبقام مع الانجليز وزي ما قلت لك لم تظهر الحركة الوطنية الا في واحد جمعية الانتقام اللي كانت جمعية قلت لك سرية هدفها تحرير الوطن عن طريق اغتيال الانجليز يبقى هنموت في الانجليز ولكن الاحتلال البريطاني قضى عليها وبكده توقفت الحركة الوطنية وايه ما عادش فيه اللي حاجتين ايه هما جريدة العروة الوسقة لمين لجمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبدو بتعمل ايه دي بتهاجم الاحتلال اما جريدة المؤيد تأسست تسعة وتمانين ودي في اطار الجامعة الاسلامية ايه خلافة الدولة العثمانية وكونها اللي هي دولة الخلافة وايه بايه تجمعنا بالاسلام تمام طيب تعالي نتكلم بعد كده عن عباس حلمي لما تولى عباس حلمي في يناير سنة الف وتوينمية وتنين وتسعين خلفا لتوفيق طيب بدأ عباس حلمي اللي يحصل في عهده آآ آآ انエجلتراء تبدأ لها تعمل ايه بدأت انجلتراء تحكم حكم فعلي ولا اسمي اصبحت السلطة الفعلية في يد عباس حلمي لما تولى حكم مصر и الف وتوينمية وتسعين صح ولا غلط؟ غلط السلطة الفعلية كاتفيه المعتمد البريطاني كرومر زي ما هو بينما السلطة الاسمية القانونية يتقسمها اتنين مين مع مين عباس حلمي مع السلطان العثماني في استصدار فرامنات التولية يبقى عباس حلمي ها هو السلطان العثماني اللي اتنين في قدم السلطة الاسمية القانونية والاتنين بيتقسموا استصدار فرامنات الايه التولية واستمرار الوجود الدولي المجموعة من ادرات ذات الصبغة الدولية اللي بتمس بالسيادة الدولية وبتمس بكرارات مصر اه وليه الاحتلال سبب الحاجات دي عشان ما يغضبش دول الدائنة لمصر زي ايه كده مسلا زي السكة الحددية وسندوق الدين وميناء الاسكندرية وطلغ راف والامتيازات الاجنبية واملكة دائرة السانية والدمين والمحاكم المختلطة دي استمرت ولا الاحتلال لغاها لا كانت موجودة هيبقى تاني ها تعالوا بصع الكلام ده على الصبور يبقى لما تولى الخديوة عباس حلمي حكم مصر سنة 1892 ده ميشة وجام كانو ده حلو كلام طي اصبحت السلطة الفعلية في ايده الكلام ده ما حصلش ومال ايه اللي حصل تعالوا نشوف كانت السلطة اول حاجة الانجليز ها في ايدهم السلطة الفعلية زي ما قلتلك اما السلطانة العثماني كان بيقاسم الخديوة عباس حلم السلطة الاسمية القانونية وفي استصدار كلمتين فرامانات التولية استصدار ها فرامانات التولية طيب ويه الوجود الدولي للادارات الدولية قلنا انجلترا سابت الادارات الدولية او الاحتلال سابل الادارات الدولية عشان ما يزعلش الدول الدينة طيب في نفس الوقت كان هناك وجود دولي لمجموعة من الادارات اللي كان من شأنها بتخلي بالسيادة الدولية يقوم مصر اصبحت سيدة قرارها في عدل الاحتلال البريطاني لا طبعا بسبب وجود الحاجات دي زي مين قلنا زي صندوق الدين وميناء الاسكندرية والدائرة الثانية والدومين والسكة الحديدية والطلغراف والامتيازات الاجنبية والمحاكم المختلطة طيب تعال نشوف علاقة الخديوي عباس حلمي بانجلترا عباس حلمي كان متشدد وسيء جدا في بداية حكمه مع انجلترا وكان كويس جدا مع الحركة الوطنية ومهادن للحركة الوطنية ولكن بعد حدثة فشودة هيقلب عندي وهيبدأ اللي هو يبقى متشدد مع الحركة الوطنية ومهادن للاحتلال البريطاني يبقى تعال نشوف سياسة التشدد الاول بين عباس حلم وبين الاحتلال البريطاني فهنتلاقى ان عباس حلمي كان اراد ان يحكم مصر في بداية حكمه بعيد عن سلطة المعتمد البريطاني كونو مر مين انا معرفش حد ياسم كروم اغماليش دعو بالمعتمد البريطاني فاوقعته تلك السياسة في ازامات متتالية مع سلطات الاحتلال البريطاني يبقى حصل له مشاكل كتير مع سلطات الاحتلال البريطاني التي لم تكن تسمح بذلك نعم عباس حلمي عايز تحكم مصر معانا اه لا طبعا مش تسمح لك بكده حتى لا تخرج امور مصر من يدها وامور حكم مصر من يدها انا سيب لك بقى حكم مصر واعد اتفرج عليك مين اللي بقوا كده انجلتر ابرد تلك الازمات طب ممكن تحكي لازمة منهم اه حينما اقدم عباس حلمي على اقالة وزارة مصطفى فاهمي المعروف بخضوعه التام للانجليزي بقى شهل وزارة مين مصطفى فاهمي شغال ايه ده رئيس وزراء مصر طيب مين اللي شهله عباس حلمي ليه لخضوعه التام للانجليز وعشان عايز يحكم مصر يبيد عن سلطة المعتمد البريطاني طيب عين مكانه حسين فاخري في رئاسة الوزارة فاشتد غضب المعتمد البريطاني كرومر كرومر زي الاوي اللي هو عامل كده من وراه وقبرك لها ده حكومته بدأ يضرب بركياه لحكومته عباس حلمي بدأ اللي هو يعي الامر وعرف انه كرومر تدايق فبدأ يتوصل لحل وسط يحفظ لها كرام تقفنا شكل هطير انا واللي عينته اللي هو حسين فاخري فبدأ اللي هو يوعز لحسين فاخري يبقى يقول له من تحت لتحت كده شكل كرومر متدايق اللي انا عينتك حلو كلام؟ يبقى الاعاز لحسين فاخري التقديم استقلته وحط مكانه واحد كلنا عارفينه بيخضع للنفوذ الاجنابي والاوروبي اللي هو مين؟ غياط باشا ومن هنا لم يفكر في معادات الاحتلال البريطاني مرة اخرى حتى ترك كرومر منصبه سنة 1907 بعد حدسة دين شوي تمام؟ طيب تعال نشوف الكلام ده على الصبور بقول لي سعدتك عباس حلمي عمل ايه؟ بدأ يتطلع عباس حلمي لمزالت سلطاته كاملة بعيد عن المعتمد البريطاني فأوقعته كالسياسة في ازامات متتالية مع سلطات الاحتلال البريطاني التي لم تكن تسمح بذلك ليه؟ حتى لا تخرج امور مصر من يدها واركز على دي لان في كتبه مشكبه وقام الخديو عباس حلمي باقالة وزارة مصطفى فهمي المعروف بخضوع التام للانجليز والمستشار بيحب الحتة دي جدا والمنحازة للانجليز وتعين مكانه حسين فاخري يبقى شال مصطفى فهمي حتى مكانه مين؟ حسين فاخري غضب المعتمد البريطاني كرومر فاشتد غضب المعتمد البريطاني كرومر وأبرك لدى حكومته يبقى دون استشارة المعتمد البريطاني فالمعتمد البريطاني كرومر بدرب بركية لحكومته أو بعد بركية لحكومته وفي النهاية اضطر عباس حلمي للمهادنة يبقى بدأ اللي هو يتوصل لحل وسط اتفاق يحفظ له كرامته اللي هو ايه؟ الاعازل حسين فاخري بتقديم استقالته تقدم استقالتك يا حسين يا فاخري وتألفت وزارة برئاسة واحد كلنا عارفينه اسمه رياض باشا وقد وعى الخديوي الدرس جيدا ولم يفكر في معادات الاحتلال البريطاني حتى ترك كورومر نصبه سنة كام 1907 طيب فقدت رجع عباس حلم عن موقفه متشدية تجاه الاحتلال وبدأ في مهدنة الاحتلال البريطاني على حساب الحركة الوطنية يبقى أصبح حلو مع مين مع الاحتلال البريطاني وسيء مع مين مع الحركة الوطنية طيب تعالنا ننتقل لجزئية تانية خالص واللي هي علاقة عباس حلمي بالسلطان العثماني بعقلك كده انا علاقتي الوقتي وحشة وسيئة مع انجلترا هتبقى كمان وحشة مع السلطان العثماني بسيطة اللي اتنين هيتفقوا ضدي يبقى انا لازم ازبط علاقتي مع السلطان العثماني يبقى بعقلك يبقى عباس حلمي عمل ايه وصق ونصق علاقته بمين بالسلطان العثماني ليه عمل كده حتى لا تتطفق انجلترا والدولة العثمانية ضده يبقى عشان مين ومين انجتروا الدولة العثمانية ما اتفقوش ايه ضده ولي يستعين بمين بالدولة العثمانية في مقاومة الاحتلال البريطاني اذا ما دعتوا الدور لذلك وعشان هم كمان الاتنين بيتقاسموا السلطة الاسمية القانونية هو عباس حلمي والسلطان العثماني طب تعا نشوف ها يبقى بصيلي بس على الرسمة دي عباس حلمي شال وزارة مصطفى فاهمي اهو اكس المعروف بخطوع التامل مين للانجليز حط ما كانوا مين الرجل ده اللي اسمه حسين فاخري عاملك على صح ها وبعد كده لما كرومر زعل فاقاله او او عزلي بالاقالة وحط ما كانوا مين اللي احنا عارفينه كله اللي هو مين اللي احنا عارفينه من زمن اللي هو مين رياض باشر طيب علاقة عباس حلمي قلنا بالسلطان العثماني زبطها اه وصقها الخديوة عباس حلمي علاقته بالسلطان العثماني طب بما تفسر تعا نشوف يبقى زي ما قلت لك عباس حلمي زبط علاقته بالسلطان العثماني حتى ياستاند الى ايوه اذا مدعته الحالة لموجهة الانجليزي ممكن في يوم الايام احتاجه اواجه predators وحتى لو ت々تفق مين الدولة العثمانية مع انجلترا ضده عشان الدولة العثمانية مين اتفقوش ضد مين ضد عباس حلمي يبقى دي السلطان العثماني وين دي عباس حلمي هيستند به ضد مين ضد انجلترا واشان الاتنين ميتفقوش على مين? على عباس حلمي. طيب. وطبعا عشان هما الاتنين بيتقسموا السلطة الاسمية القانونية. طب علاقة عباس حلمي بالحركة الوطنية. طيب انا نشوف عباس حلمي عمل ايه مع الحركة الوطنية? زي ما قلت لك اتقرب من الشعب المصري. افرج عن مسجون الثورة العربية. وعاد اليهم نياشينهم ورتابهم التي قد جردوا منها. لان معظمهم كانوا ضباط احنا عارفين. و ايه? بيقول سعدتك عينهم في الوظائف داخل الجيش ولا خارج الجيش? لا خارج الجيش. وافرج عن عبدالله النديم خطيب الثورة العربية. الرجل اللي صورته ورانا ده اسمه عبدالله النديم. ده اللي كان بيقول خطب في الثورة العربية. وسنح لها ابو موظاق لتنشاطه علنا. قال له ما يمكش من الاحتلال البريطاني. بعد ان كان عبدالله نديم ده مختبئ وهاربا من سلطات الاحتلال البريطاني. يبقى كان عبدالله نديم مستخبي من صوتات الاحتلال البريطان. ما النتائج المترتبة على مواقف عباس حلم الجامدة الجميلة الحلوة دي المتشددة اتجاه الانجليز والمهادنة للحركة الوطنية. ادى ذلك لان عباس حلم اصبح سند للحركة الوطنية بقى بسند الحركة الوطنية. وبدأ الوطنين اللي هم يناقشوا امور سياسية كان محزور مناقشتها في مجلس شورى القوانين. احنا قلنا انجلترا لما دخلت مصر تبقى للقانون الاساسي الغت مجلس النواب وحطت مجالس سوريا زي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. ومجالس المديرات اللي بتضم الاعيان. يبقى بدأ المصريين ان هم بسبب مواقف عباس حلم الوطنية يتشجعوا. وينقشوا امور ها سياسية. ها في مجلس شورى القوانين زي امور الميزانية والضرائب والديون العقارية. والتوقف عن تعيين اجانب في الوظائف العليا. يبقى ميزانية وضرائب وديون عقارية. والتوقف عن تعيين الاجانب في الوظائف العليا. بقى امور ايه ها? ميزانية وضرائب وديون عقارية. والتوقف عن تعيين الاجانب في الوظائف العليا ازين ادارية. وسياسية واقتصادية. تمام? طيب. تعاني نشوف الكلام ده هنا عندنا. اخذ عباس حلمي يتقرب من الشعب المصر. جميل. افرج ها عن مسجونين السورى العربية. وعينهم في الوظائف خارج الجيش. واقعد اليهم ان ياشين بتاعتهم والروتب بتاعتهم اللي قد جردوا منها. وعاف عن واحد اسمه عبدالله النديم. اللي ده سورته. ها? سورة عبدالله النديم. خطيب السورى العربية. وسمح له بمزاولة نشاطه علنا اعمل اللي انت عايزه يا عبدالله يا نديم. بعد ان كان مختبئا وهاربا من سلطة الاحتلال البريطاني. طب ما النتائج المترتبة على ان عباس حلمي اصبح سند للحركة الوطنية. وايه? مهادن للحركة الوطنية. ومتشد اتجاه الاحتلال تعبص كده معايا. يبقى النتائج اللي اترتبت على المواقف المتشددة للخيديو عباس حلمي ضد الاحتلال. ما بيحبش الاحتلال. لو المهدنة للحركة الوطنية زي ما احنا اتفقنا. بدأوا هزي المواقف المتشددة للخيديو عباس حلمي شجعت روح المقاومة المصرية والوطنية. على مناقشة امور. زي امور مين يا عام في مجلس شغل ايه? القوانين. زي امور. ها سياسية. مثل الميزانية والضرائب والديون العقارية. يبقى طالب المجلس بتعديل امور زي مين ومين ومين ها? الميزانية. ووضع نظام جديد للضرائب وتعيين الاجانب في الوظائف العليا. عدم ولا تعيين? لا عدم تعيين الاجانب في الوظائف العليا. وحل مشكلة الديون العقارية. يبقى تضمنت امور ايه? ادارية. وامور اقتصادية وامور سياسية. تمام? تمام. طيب. طيب بعد ايه نتكلم عن مرحلة الازدهار. مرحلة ازدهار الحركة الوطنية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مرحلة الخمود الحركة الوطنية كانت نايمة بعد عشرة سنوات من الاحتلال. طيب لحد ما جاء مين? الخيديو عباس حلمي. طب طعا نشوف المناخ الثقافة والفكر بتاعه اللي ساعد على ازدهار روح الحركة الوطنية. بيقول لك والحقيقة توقفت الحركة الوطنية سياسية بسبب الاستعمار. يبقى الحركة الوطنية توقفت. اه بسبب ايه? الاستعمار زي ما شفنا. نفي زعماء السورة العربية واعتقال البعض الاخر. واللي عملوه في الوطنيين. زي ما شفنا. طيب. يبقى توقفة الحركة الوطنية سياسيا بسبب الاستعمار. ولكن المناخ السياسي والثقافي ساعد على ازدهار روح الحركة الوطنية. بقى صحة روح الحركة الوطنية مرة تانية. وبدأ يبلور المواقف السياسية. يكون مواقف سياسية. طب تقدر تقول لي ليه? اه. بسبب ازدهار صحافة الرأي. يبقى ازدهار صحافة الماليئة بالدراسات والمقالات في كل نوع. يبقى بدأ تفتح الصحف فه عهد الخدوع عباس حلمي؟ تلاقيتها مليئة بالايه وباليه? بالدراسات والمقالات. فقلت لي رجل الوطني. انت ايه! اللي صحاك انت كنت نايم? قال لي بدأت اتأثر بصحافة الرأي الماليئة بالدراسات والمقالات في كل نوع. وبسبب سياسة عودة المبعوثين اللي ارسلهم اسماعيل. الله بدأوا اللي هما يقصروا على الساحة الفكرية والثقافية بما اطلوا ليه في اوروبا من حرية رأي وحلاء وحياة دستورية يبقى شافوا في اوروبا ايه حرية رأي ولي انت عايزوا بحرية وحياة دستورية شافوا الدستور وفوائد الدستور الذي تطلعوا الى تنفيذ هذا الكلام في بلادهم المحتلة مصري نفسينا الكلام دي يحصل فين في مصر في وجدوا على طول تراهم للصالونات الفكرية والمتدات الادبية. على طول عايزين نروح فين صالون فكري ومنتدى ادبي حلو كلام وفي هذا المناخ نشأ الزعيم مصطفى كامل يبقى البعثات دي وازدهار الصحافة بدأ اللي هم يكونوا صالونات فكرية ومنتدات ادبية ويبدأ اللي هم ينقشوا مع الناس كيفية ازدهار الحركة الوطنية وكيفية مقاومة الاحتلال البريطاني في هذا المناخ نشأت شخصيات احنا عارفينها وبدأت تقوام الاحتلال البريطاني زي مصطفى كامل ومحمد فريد تمام هنشوف الجزئية دي معنا عصابورا يبقى مرحلة الازدهار تعال نشوف مرحلة الازده توقفت الحركة الوطنية زي ما قلت لك سياسيا بسبب الايه الاستعمار ولكن المناخ السياسي والفكري يبقى الثقافي والسياسي والفكري ساعد على ازدهار روح الحركة الوطنية بقى نمو وازدهار روح الحركة الوطنية بقى الوقت المواقف السياسية يبقى ظهرت مواقف سياسية زي اللي هنشوفها طيب بسبب انتشار صحافة الرأي المليئة بايه تسخر بالمقالات والدراسات في كل نوع يبقى مليئة بايه بمقالات ودراسات في كل نوع انت عايزه وعود اعضاء البعثات ايام مين? اسماعيل. واثرت على الساحة والحياة الفكرية والثقافية. يبقى هل اسماعيل ده اثر على الحياة الفكرية في عهد الخيديو عباس حلمي? اه. وعمل على مرحلة اصدهار الحركة الوطنية اه. بالاي? بالبعثات اللي ارسالها. حلو كلام? واللي بدأت اللي هي. ها? تعام شوف. الناس اللي ربعهم من البعثات تأثروا بطبيعة الحال. ب? اللي شفوه في اوروبا. من حرية الرأي وحياة دستورية. تطلعوا اللي اتنفذها في بلادهم المحتلة مصر. فوجدوا طرقهم للصالونات الفكرية والمنتدات الادابية. في هذا المناخ نشأ مين? الزعيم مصطفى كامل ومحمد فريد. كل ده حصل في عهد مين? في عهد الخيديو عباس حلمي. كان ليه اثر بمين? ب? اسماعيل. يبقى في ظل هذا المناخ زهرت الشخصيات الوطنية التي حملت لواء الايه? المعارضة. وزهرت شخصيات وطنية حملت لواء المعارضة ضد مين? ضد الاحتلال البريطاني. قلنا زي يمين? شخصيتين كبار? وبدأوا اللي هما يقودوا الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني. هم مصطفى كامل ومحمد فريد نشأوا في عهد الخيديوي عباس حلمي التاني. وبكده نكون النهاردة وصلنا لنهاية حصتنا معكم. كان معكم استاذ محمد محسن الوينة معلم اول تاريخ عبر منصة المصرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.